النهاردة حبيبتي حقدب لك طريقة سهلة وبسيطة جدا اللي اتي تسلخي بيها القرميت بكل سهولة ده كده حبيبي شكل القرميت 2 كيلو قرميت ان شاء الله كده بسم الله وان شاء الله هنسلخهم مع بعض بأسهل طريقة وبفكرة عبقرية جدا فكرة جديدة اتمنى اللي هي تنقع اعجابكم وتابوني حبيبي لنهاية الفيديو عشان تشوفوا معايا الطريقة خطوة بخطوة وده كده القرميت بعد ما سلختها بكل سهولة بدون تعب ولا مجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في اللاف مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعرفينا الاول كده حبيبي نصلي كده على رسول الله على فضل الصلاة والسلام ونشوف هنسلخ القرميت ديت ازاي في مرة كده هوت جوزي جابلي اربعة كيلو من القرميت فقلت بقى ايه في اليوم ده هوت اللي هو جابهم فيه فكان عندي اكل فروح تبقى السماهم كده وكان جايبهم متقطعين زي ما احنا شايفين فروح تبقى السماهم كده ايه على كسيقنا وحطيتهم في الفريزر وقلت بقى ايه سبتهم فقلت بقى النهاردة اللي انا اطلع كده كسمة دهم ونعمله فاوريلكو برضو طريقة السلخ يعني القرميت دي ادواتي مجمدة يا دوبك اللي انا طلع طاعة بس من الفريزر فالطريقة دي سهلة جدا وبسيطة احلى حاجة اللي انت تسلخي بها القرميت وهي مجمدة عتتسلخ معاكي من غير القرموت كده ما يتزفلت في ايديكي ولا ايه حاجة خالص وعيبقى سهل جدا بنبدأ اللي انا بعمل شق كده بالسكينة زي ما احنا شفنا بالزبط دي واتي وببدأ اللي انا بشد الجلدة بتتشد معايا على طول طبعا مسوراكم كل حاجة مسوراها خطوة بخطوة بعاكم بعمل كده الكمية كلها بسلخها كده بنفس الطريقة وزي ما احنا شايفين هوت يعني طريقة بسيطة جدا الطريقة ديت يعني انا كنت بسلخ القرميت وهي من غير ما تحط في الفريزر بس يمكن المرات دي طبعا جات صدفة لما عشان انا كان عندي اكل يعني ولما دخلت القرميت في الفريزر وجيت بعد كده اسلخها فلاقيت الطريقة طبعا جميلة جدا اسهل طريقة لسلخ القرميت وهي مجمدة بيتسلخ بعاكي على طول زي ما احنا شايفين هوت والجلدة بتتشد وانا كمان يعني بس كا يمكن هي القرميت كانت جاياني بتقطع بس طبعا سلختها بمنتهى سهولة زي ما احنا شايفين انا طبعا حصلخ القرميت كلها بنفس الطريقة اللي انا بعملها معاكم بس معادة طبعا الروس الروس دي طبعا ايه بيفعش اللي هي تتسلخ فالروس دي انا حاخدها كده في حالة كده صغيرة وحابدها للا اسلقها للايه للقطط اللي عندي يعني فانا بس ايه يعني انا حصلخ الجسم متاع الارمود بس اه هو ده اللي انا ايه حصلخ اه فزي ما احنا شايفين كده طيح بايبي الطريقة سهلة بسيطة جدا وزي ما احنا شايفين بصوا بصوا الشكل جميل ازاي ضحفة اسهل طريقة حط يعني لما تجي اسلخي القرميت خليها كده تتجمد وبعد كده اه لو انت مش هتقدار تتحكمي فيها وعشان عطيت زفلك من ايديك كده فسيبيها لما تتجمد وبعد كده اسلخيها فها تتسلخ معاك على طول اه بس طبعا لما تيجي تعبيه الخطوة دي ما ينفعش اللي انت تحطيها يعني ذه خلاف فريزر تاني يعني انت جبتيها حطيتها في الفريزر تتجمدت بعد كده طلعيها اسلخيها وتعملها في نفس اليوم اللي انت عطاليه ما ينفعش اللي هي تفك من التلجة وترجعها تحطيها تاني في الفريزر فانت طالما طلعتها من الفريزر فايه تسلخي وتسلخي وتعبري على طول زي انا بقى بعمل دلوقتي يعني دلوقتي كنت بسلخ في القرابيت وبعد ما خلص خالص حبدأ بقى ايه اللي انا اعمله على الغدس فدي برضو حاجة برضو طب انتي برضو ايه عارفاها بصوا شكل القرابيت حلو ازاي وتحفى يعني بصراحة الطريقة جميلة جدا وعتعمل الطريقة ديت يعني مش هتتعبك يعني مجرد بس انت بتفتحي فتحة بس كده بالسكينة فالجلده بتتشد معاكي بمنتهى سهولة وانتي مسكة وانتي بسكة القرابيت كده في ايديكي ولا هتتزفلت ولا اي حاجة خالص وحتتشد معاك الجلده بمنتهى سهولة ممكن تعملي بالطريقة ديت يعني اكبر عدد بقى من القرابيت تستخيها بنفس الطريقة طيب لو قرمضت بحاله كده من غير ما يكون متقطع بتيجي كده من الجنب كده وتبدأ اللي انتي بتديله شقة بالسكينة كده وبعد كده بتبدأ اللي تتشد الجلده فهتتشد معاكي على طول بس انا عشان القرابيت جايه اللي بيتقطعه فطبعا ايه انا بوريلك برضو لا حتى يعني وهي بتقطع بطبا صعبة شوية يعني اه في السلخر ليه لان هي بتقطعه النما لما بيبقى الارمود بحاله اه فانتي بيبقى سهل بالنسبالك اللي انتي بتشد الجلده برا واحدة النبع زي ما احنا شايفين انا طبعا ايه اه بس برضو يعني بسلوخوا بسلوخوا يعني بحاول يعني بحاول معا الحد نبسلوخوا اه زي ما احنا شايفين اه يعني الطريقة بسيطة ايه جدا وسهلة وبسيطة طبعا انا حعمل الروس دولت زي ما قلت لكم بلهمش لازمة فهنا دولت حسلقهم في شوية مية واحطوهم للقطط ايه يكلوهم والكده انا خلصت خلاص وسلخت الارمود زي ما احنا شايفين اهيت اه بقت جميلة معايا وطحفة اه طبعا انا بصوراركم فيديو اه فيديو اللي انا طبعا انا بحط الروس هي تفعل بنحلة عشان اه اسلقها ودي بقى ايه ولم الجلد برضو ولم الجلد حطوا برضو معاهم يتسلقوا معاهم وحطهم للقطط ايه اه يكلوها اه طبعا انا بصوراركم فيديو اه طريقة عمل الارمود ديات اه لما عملتها يعني هتلاقا في فيديو تاني ان شاء الله اه تابقوني في الفيديوات اللي جاية اه حلزل لكم الطريقة بتاعتها طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة بصراحة يعني طريقة طحفة اللي انت تعبلي بها الارمود ديات اه بمنتها السواء حلزلها لكم كمان باتنين يعني بطريقتين يعني اه ده كده حبايبي كده انا خلصت خلاص طبعا ايه بابدأ بقى ايه عايزة عايزة قطع قطع الحجب شوية بتاع طبعا براحتك يعني على حسب ما انت عايزة تقطعي ممكن تقطعي اه طبعا طريقة سلخ الارمود دي كمان فيه ناس مش بتحب اللي هو يتقدم بالجلدة الصمرة اللي عليه اه فهو كده كده الجلدة الصمرة مش بتتاكل بس هي فيه ناس بتحب اللي هي اه طبعا ايه تسلخه وتقدمه اه زي باحدة شايفين طبعا الشكل بيبقى حلو من غير الجلدة الصمرة زي ما احنا شايفين اهوت بيبقى جميل جدا بصراحة وطبعا لو انت مش بتعرفي تسلخي اراميد فممكن تخطي اه تعطي في الفريزة يتجمد وبعد كده بتطلعي تسلخي عايتسلخ معاكي في منتجه السهولة وكمان مش عايتزفلط في ايديكي اه عايتتحكمي فيه اكتر اللي انت تسلخي يعني وهو متجمد بيبقى سهل جدا في السلخ بصراحة اه الطريقة دي بقدمها لكم على طريقتي واتمنى ليتوا تكونوا استفادتم من الفكرة النهاردة وطبعا كنت بقدمة معكم طريقة تانية برضو اللي انا اسلخي الاراميد اه بعد بعد بتستوي يعني كنت بقدمها لكم في الفيديوهات قبل كده اه ان شاء الله كده هوت فيديوهات ديات ممكن تشوفوها موجودة في القناة اه طريقة سهلة وبسيطة جدا ده ده كده حبيبي شكل القربيت هاي بعد بعد بسلختها وقطعطها اه جميلة جدا اه لو لسه بكبير معي يا حبيبي الفيديو حد دلوقتي فضل الولايسة امرض ما تنسونيش باللايك والشير كما معكم حناني وراء السلام عليكم